بسم الله الرحمن الرحيم يسُرُّ الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مُظلَّ له ومن يُظلِل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين ثم أما بعد فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد بشرح فتح المجيد في باب عنون له المؤلف بقوله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق وهذا الباب كما سمعتم من عنوانه يعالج ويبين الأسباب التي انحرفت بذرية آدم عن المنهج الصحيح وعن الاعتقاد الصحيح فإن أبانا آدم كما تعلمون أنزله الله عز وجل من الجنة إلى الأرض بسبب خطيئته بعد أن تاب منها فهداه الله عز وجل واجتباه فنزل من الجخرجه من الجنة ونزل هو وزوجته حوى إلى الأرض ونزل معهم الشيطان خلقه الله عز وجل لابتلاء آدم وذريته فهو معاند لله عز وجل ومتعهد بإضلال بني آدم ومجتهد في هذا إلى قيام الساعة وآدم عليه السلام قد خبره وعرف غشه وغدره وحذره الله عز وجل منه في الجنة فنزل آدم وحوى وإبليس إلى الأرض آدم مكلف بعبادة الله عز وجل والشيطان مهمته إضلال الناس وصرفهم عن عبادة الله عز وجل هذا أعظم ما يسعى له الشيطان فإن لم يحصل له هذا فإنه يقعهم في المعاصي ولهذا أوقع آدم في شيء من المعاصي ولكن الله اجتباه وهداه ولهذا فإن الانحراف الذي يحصل عند الإنسان انحراف متعلق بالمعاصي والذنوب وانحراف متعلق بالاعتقاد وهذا أخطر انحراف الانحراف الذي يصيب الاعتقاد فإنه يضيع على الإنسان دينه وأما الانحراف الأول مع خطورته فإنه تحت المشيئة إن شاء غفر الله عز وجل لصاحبه وإن شاء عذبه على قدر ذنبه وأدخله الجنة ولهذا حصل في ابن آدم نوع من انحراف المعاصي ومن أظهر ذلك ما حصل من إحدى ابني آدم لما قتل أخاه وهي جريمة كبيرة لا شك ولهذا ما تقتل نفس في هذه الحياة الدنيا إلا وعلى ابن آدم الأول كفل منها وهذا يبين خطورة الذي يبدأ بمعصية أو بدعة أو نحو ذلك مما يجينه للناس ويقلده الناس فيه فإنه يتحمل أوزارهم إلى يوم القيامة لكن بقوا على رغم وجود شيء من المعاصي إلا أنهم بقوا على اعتقاد صحيح لمدة عشرة قرون كان ذرية آدم على توحيد الله وعلى عقيدة صحيحة لمدة عشرة قرون والشيطان يحاول فيهم كيف يجرهم إلى فساد عقيدتهم فدخل عليهم من باب الغلو وإذا جاء الغلو والجهل فهما مصيبتان عظيمتان إذا اجتمع الغلو مع الجهل فهذا هلاك عظيم ولهذا كما ذكر العلماء وهذا بإخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في حديث ابن عباس أنه كان في ذرية آدم أناس صالحون أهل تقوى وأهل عبادة والناس جبلت على حب الصالحين إذا رأوا من هو على صلاح وهدى وتقى فإنهم يحبونه لله عز وجل فمات مجموعة من الصالحين في وقت واحد أو قريب من بعضهم فحزن الناس عليهم لأن العلماء الصالحين هم نور الله عز وجل في الأرض فحزنوا عليهم فلما رأى الشيطان هذا الحزن جاء ناصحا وغالبا فإن الشيطان لا ياتي للناس إلا بمداخل يحسنوا لهم وأكثر ما ياتي به من المداخل أنه كأنه ناصح يقربهم إلى الله عز وجل فيحدث عندهم شيء من البدع ثم يتدرجوا بهم شيئا فشيئا فلما رأى هذا الحزن على هؤلاء العلماء اقترح عليهم اقتراح وقال ما رأيكم لو صورتم هؤلاء العلماء ونصبتم هذه الصور في المجالس التي كانوا يحدثون فيها طيب وما هو ثمرة هذا الاقتراح قال فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ تَذَكَّرْتُمُوهُمْ في البداية من باب الذكرى إذا رأيتموهم تذكرتموهم فهذا يكون أنشط لكم على العمل الصالح تقتدون بهم ظاهر الأمر الذي يرى هذا الأمر كأنه يحظ على عبادة الله عز وجل لكن هؤلاء ما فكروا طيب آدم عليه السلام وهو نبي مكلم أين صورته لو كان هذا منهج سليم كان صور آدم وكانت صورته موجودة مما يدل على أن الناس إذا انحرفوا عن اتباع الأنبياء واستحسنوا بعقولهم شيء هذا مدخل الفترة ومدخل الشر فهذه عشر قرون ما في صورة لا لآدم ولا لأبنائه وإنما ابتدأوا بهذه الصور وجاءوا بها على شكل يعني صورة مجسمة لأنها أنصاب نصبوها بمجالسهم فهي أنصاب صور مجسمة ثم وعنده نفس طويل الشيطان ما هو مستعجب فتركهم يكفي هذا في البداية يكفي هذا فجلس الناس فترة وهم يرون هؤلاء هذه الصور ويتذكرون فعلهم فلما مات من عنده علم ولهذا يقول العلماء ما عُبدت في أول الأمر ولكن لما تنسخ العلم عُبده يعني لما استحكم الجهل وراح العلم جاء لهم بطريقة أخرى وقال لهم هذه ذوات مباركة هذه ذوات مباركة وهم محبوبون عند الله عز وجل ومن تمسح بهم فإن البركة تنتقل منهم إليه بدأ يأخذهم في خطوات الشرك ثم قال لهم إذا قحطوا ويحتاجوا للمطر لو طلبتم المطر عن طريقهم وهم يتوسطون لكم عند الله عز وجل ويشفعون لكم فتحول الأمر من عبادة الله إلى عبادة هذه الأصنام سبب ذلك الغلوف الصالحين يعني أن تتجاوز بهم الحد الذي شرعه الله عز وجل في الإنسان فإن الإنسان له منزل لا يتجاوزها وهذا الغلو يكون مدحا أو يكون قدحا الغلو مذمون بطرفه وهو سبب للهلاك سواء مدحا أو قدحا وهذا الغلو اشتهر في أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى ولهذا لما ذكر المؤلف الباب ذكر قصة قوم آدم وذكر قصة أهل الكتاب فذكر أن أهل الكتاب غلوا في عيسى عليه السلام وغلوا في أمه وقالوا عن عيسى إنه ابن الله لأنهم لا يعرفون له أبا وليس له أب وأمره ليس أعجب من أمر آدم فإن الله خلق آدم من غير أب ولا أم ما هو أعجب منه وهم ما قالوا إن آدم ابن الله وإنما غلوا في عيسى وفي أمه وتجاوزوا الحد مدحا فرفعوهم إلى منزلة من يعبد وعاكسهم اليهود فغلوا في ذنب عيسى وفي ذنب أمه فاعتبروا أمه جانية واعتبروه ابن جنا فهم على طرفين نقيض في عيسى عليه السلام ولهذا قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق أما أن تنسبون له الولد فهذا هو الكذب الباطل فإن الولد لا يمكن أن يتخذ الله ولده فالخلق فالخلق كلهم عبيد الله عز وجل والولد إنما يكون يحتاجه الأب لكبر سنه أو نحو ذلك والله هو الغني الحميد لا يمكن أن يكون له ولد الخلق كلهم تحت قهره فليس له صاحب ولا ولد فهم غلوا في عيسى هذا الغلو فحذرنا الله عز وجل من هذا الغلو وقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق وهذا الغلو مذموم على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم إذ حذرنا من الغلو في أي شيء كان هذا الغلو سواء كان في الأقوال سواء كان في الأفعال سواء كان في العلماء سواء كان في الأمراء والصلاطين فهذا الغلو مذموم وإنما تجعل البشر في المنزل التي أنزلهم الله إياه ولا تتجاوز بهم هذه الحدود فإن هذا مدخل للشيطان ومدخل للفتنة ويجرك إلى الشرك ولهذا ذكر هذه القصة ابن عباس كما جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعَا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح من قوم نوح يعني من القوم الذين بعث بهم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم والوحي الشيطان لأنه يوسوس يعني بكلام خفي سلطه الله عز وجل على قلب الإنسان فهو يوسوس له أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم يعني يقولوا هذا سواع هذا يغوث هذا يعوق أسماء الرجال الصالحين سموا هذا النصب بهذا الأسم وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد يعني في البداية مجرد أنهم صوروا حتى إذا هلك أولئك يعني الرعيل الصف الأول الذين صوروا هلكوا ونسي العلم عبدت ونص الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعده شوفوا من زمن نوح ثم بعدها الشيطان مرة ثانية قال صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعده أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل يعني قبيلة كلب أخذت هذا الصنب وصارت تعبده بدومة الجندل وأما سواع فكانت لهذيل وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبا وأما يعوق فكان لهمدان وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين في قوم نوح طيب هذه الأنصاب من ذلك الوقت أين ذهبت طمرتها الأرض أو أن الشياطين جمعتها ودفنتها في مكان تعرفه وتحرسه وكان لمكة زعيم مشهور مشهور في زعامته في مكة وهو عمر بن الوحي الخجاعي له مكان عظيم وكان العرب جميعا يعظمون هذا البيت لأن العرب كان عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام ومن دين إسماعيل ودينهم واحد هو دين التوحيد فكانوا يعظمون هذا البيت ويأتون إليه معتمرين وحاجين طبعا عندهم زيادات في العبادات إلى غير ذلك لكن قبل أن يفعل عمر بن الوحي ما فعل فإنهم كانوا على دين صحيح ولهذا قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أول من غير ملة إبراهيم كيف ذلك كان الرجل تسلط عليه الشيطان والشيطان لا يخدم إنسان إلا ليضله فصار يتكهن يتكهن بمعنى أن الشيطان يأتيه بأخبار ولذلك كل كاهن هو متعامل مع الشيطان من أين يأتي بالأخبار لأن الشيطان سريع يذهب إلى مكان بعيد يأتي بأخبار يدخل في أمكنه ما يدخل الناس فيها فيأتي بأخبار ولأن الكهان أيضاً يتلقون من الشياطين الذين كانوا يسترقون السمع ويأتي بأحدهم بكلمة مما سمعوه في السماء وما يدور في السماء هو الحق لأن الملائكة لا يكذبون ولا يتحدثون في مجالسهم إلا فيما علموه من وحي الله عز وجل فيسمع الشياطين كلمة من الحق ثم يزيد عليها الشيطان مئة كذبة ويعلمها الكاهن والكاهن يعلم الناس بهذه الكلمة الصحيحة ويزيد عليها ما زاد الشيطان فيتعلق الناس به ويقولون أتذكرون لما قال كذا وكذا وكان صحيحاً وهذا مثل ما يروج الآن عند بعض الناس إذا ذهبوا إلى معالج أو إلى قاري فأصاب مرة واحدة فتجد الناس أفواج وكلهم يذكر القصة جاءوا فلان مرة ورجع طيب من عنده ويبدون يذكرون هذه القصة ويتداولونها وقد يأتيه آلاف ويرجعون بلا فائدة لكن الناس يذكرون تلك القصة وهكذا فكان عمر بن لحي هذا له ري من الجن فدله على مواضع الأصنام مدفونة وقال تجدها في المكان الفلاني خذها وادعوا العرب إلى عبادتها ادعى العرب إلى أن يعظموا هذه الأصنام ويتبركون بها ويجعلونها في ديارهم وفي بيوتهم ونحو ذلك فجاء هذا الزعيم المشهور وأخذ هذه الأصنام ولما جاء الناس للحج اجتمعوا من كل مكان قال إنني ذهبت إلى الشام كان يرى بعض الذين يعبدون أصنام في الشام وكان متعجب لماذا العرب ما عندهم أصنام والذين قابلهم في الشام عندهم أصنام وكان من جهل يود لو عند العرب أصنام هو يظن أنه فعل شيء طيب وأنه قدم خدمة للعرب فقال لهم إنني ذهبت إلى الشام ووجدت الناس هناك لهم معبودات وآلهة وأنا أتيتكم بآلهة فهذا معنى قول ابن عباس أن هذا لهذيل وهذا كذا لأن كل زعيم قبيلة قال أعطني صنم وكل زعيم قبيلة رجع إلى قومه وقال عمر بن لحي جاءنا بإله نتبرك به ونستسقي به ونحو ذلك وهذا يدل على خطورة الزعامات الزعامات إذن حرفت لأن أكثر الناس أتباع للزعامات سواء هذه الزعامات زعامات دول أو زعامات قبائل أو زعامات علمية إذن حرفت فخطرها عظيم هذه الزعامات يعني ننظروا إلى خطر انحراف فرعون في زعامته السياسية وانظروا إلى خطر انحراف العلماء الظلال كيف يضلون من البشر كم يضلون من البشر والناس يتابعونها وانظروا إلى مشايخ الطرق مشايخ الطرق الآن لماذا صاروا معظمين الطريقة الشاذلية الطريقة السمانية الطريقة التيجانية الطريقة القادرية لما يأتي شخص وله مكان دينية فإن الناس يتعلقون به فهذه خطر الزعامات خطر عظيم ولهذا من أهداه الله عز وجل ووفق هذه الزعامة للهدى أثرت في الناس ولهذا كان بعض الذين يدخلون في الإسلام وهو زعيم من بني قومه فإنه يرجع إلى قومه ويقول كلام رجالكم ونساؤكم علي حرام إلا أن تدخلوا في الدين فمباشرة يقولون ديننا دينك فهذا الأمر له شان عظيم ولهذا رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم في لما قسم غنيمة غزوة حنين كيف أنه أعطى بعض الزعماء زعماء القبائل أعطى بعضهم مئة من الإبل مئة من الإبل والذين تقطر سيوفهم من دمائهم وكلهم إلى إيمانهم ولم يعطوهم شيء لأنه صلى الله عليه وسلم يعرف تأثير هؤلاء على أقوامهم ولهذا رجعوا إلى قومهم يقول أحدهم اتبعوا محمد فإنه والله يعطي عطاما لا يخشى الفقر فهو يفعل صلى الله عليه وسلم لمصلحة الإسلام لكن الإنسان الذي عنده ضيق عطا وعنده شكوك في دين الله عز وجل فإنه لا يستوع بهذا ولهذا جاء ذو الخويصرة التميمي يقول اعدل يا محمد يعني كيف تعطي هؤلاء مئة من الإبل وناس ما تعطيهم شيء اعدل يا محمد فإنك لم تعدل ولهذا قال الرسول عليه وسلم رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا من يعدل إذا لم أعدل ألا تامنوني وأنا أمين من في السماء ويقصد بالذي في السماء يعني الله في عليائه يعني الله يتمنني على وحيه ما تأمن على القسمة فهو يضعها صلى الله عليه وسلم في مواضعها لخدمة دين الله عز وجل الشاد في الأمر أن هذه الزعمات إذا انحرفت شانها خطير على الناس وإذا هداها الله عز وجل ووفقت للخير أثرت في الناس ولهذا يبعث الله عز وجل على راس كل مئة سنة من يجدد لأمة محمد دينها الدينها القرآن والسنة موجود لكن يجدد العمل به الدين وحي من الله محفوظ لكن يأتي زعامة علمية دينية تجدد للناس العمل بكتاب الله عز وجل وتنشره بين الناس حتى ينتشر وهذا واضح في التاريخ الإسلامي كيف يمر على الناس علماء يكشفون البدعة ينشرون الحق يبين للناس الصواب فينفع الله عز وجل بهم خلقا كثيرا لو نظرنا إلى ابن تيمية عليه رحمة الله يسميه الناس شيخ الإسلام يعني شيخ الإسلام يعني شيخ عظيم في الإسلام إلى درجة يعني الآن الرسائل العلمية التي كتبت عنه وأخذت من كتبه أكثر من مئة وخمسين رسالة علمية وليس في بلد واحد بل حتى الكفار يدرسون كتب هذا الرجل العظيم يدرسون كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح يدرسون يدرسون ففتح الله عز وجل عليه من العلم الشيء العظيم وهذا العلم بقي من بعد وفاته إلى الآن يتناوله الناس يأخذون منه مسائل في الفقه مسائل في العقيدة مسائل إلى غير ذلك من الأمور العظام ومثل الأئمة الكبار الذين جعل الله لهم قبولا في الأرض الإمام الشافعي الإمام مالك الإمام أحمد فإن هؤلاء ما صار لهم قبول عند الناس إلا الإمام البخاري أهل الكتب الستة ما صار لهم قبول عند الناس إلا بما نشروه من الحق وبما نشروه من العلم فكما أن الزعمات إذا هداها الله عز وجل نفع بها فإن إذا انحرفت فشانها خطير جدا إذا انحرفت لبست على الناس لبست عليهم دينهم وتأتي بمداخل الذي ما عنده علم في البداية أظن أن هذه المداخل هي لتعظيم هذا الدين يعني انظروا مثلا الذي يقول نبحث عن الأمكنة التي صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته من هنا إلى المدينة فيتذكر الناس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلون بهذه المساجد انظروا هذا المدخل كيف لما يسمع إنسان يقول إيش اللي يمنع نبني مساجد في كل محل في كل محل صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم نضع مسجد بل بعضهم تجاوز ذلك وقال أين ولد نريد نبني مسجد في مكان المكان الذي ولد فيه وبعضهم قال لماذا لا نجعلها سياحة دينية ونجعل في غار حراء مكان يأتي الناس وينظرون إلى الغار الذي جاء فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى غار ثور الذي اختبى فيه بالهجرة ونجعلها سياحة دينية ونأتي بالحجات ويذهبون ويروحون ويستغلونهم فيها سياحة حتى من الناحة المادية ولهذا في زمن مضى كانوا مسوين في المدينة مساجد اسمها المساجد السبعة وتجد المسجد ما يشيل ما يشيل ثلاثة رجال وهذا بجنب الثاني بجنب الثاني وهذا يسمونه مسجد علي وهذا مسجد سعد وهذا سبحان الله هؤلاء ما كانوا يصلون مع الرسول عليه وسلم كل ثلاثة صلوا لوحدهم يسمونها المساجد السبعة بنيت قبل فترة من الزمن فإن المروجين الطرق هذه على الناس فيقول خلهم يتذكرون سيرة علي يتذكرون سيرة سعد بن أبو قاص يتذكرون يتذكرون وهكذا الدين ليس بهذه الطريقة أنك تخترع أنت اختراع انظر أنت إلى الصحابة هل فعلوا ذلك هل سووا مساجد عليها ما سووا إلى التابعين إلى أتباع التابعين فتعرف أن هذه الطريقة من باب التحسين العقلي وهذه مدخل لأنه بعد ذلك يأتي جاهل من الجهال فيتمسح بهذا المسجد وربما قال ادفنوني في هذا المسجد ربما قال ذلك ولهذا انتشرت الآن الأضرحة في المساجد تجد أول ما بدأ بها الزعماء وهذه خطرة الزعماء يبني له مسجد ضخم كبير ثم يقول إذا مت فادفنوني في هذا المسجد وقد رأينا منها مساجد مزخرفة ملايين انفقت فيها ثم خربها أنه وضع فيها ضريح وضع فيها ضريح ووضع فيها قبر ليزوره الناس ثم تدرج الشيطان بالناس إلى وضع صناديق للنذور صناديق للنذور ثم بعد ذلك يقول تمسحوا وتبركوا واذبحوا عندها وادعوا عندها قبل قليل كان جاءني أحد المشايخ من السودان ما أدري هو موجود الآن والله يقول أن انتقلت من طريقتين من طريقة إلى طريقة يقول جربت الأولياء هؤلاء الذين يسمونهم مشايخ الطرق قال والله أنهم استغلوا جهلنا وعلقونا بهؤلاء الذين في الأضرحة من دون الله عز وجل يقولون إذا كانت زوجتك لا تأتي بولد فإن الولي هذا يتوسط لك يقول فآتي أقول أنا أريد ولد فسألته هل تعلن عن اسمك تقوله أنا فلان ابن فلان قال لا قلت وش درى عنك قالت قلت هل هو يعلم الخلق جميعا اش درى أنك أتيت ثم يأتي شخص آخر بلغة ثانية ما هي لغة ما هي لغة الولي إيش درى أنك سألت فهذا هو الغلو أعطوه منزلة الله الذي لا الذي وسع سمعه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات بشر من البشر تجعله كذلك لكن الله هداه للحق يقول انتقلت من طريقة إلى طريقة ثم هدان الله عز وجل إلى اتباع السلف الصالح وعرفت أن هؤلاء قطاع طريق يتأكلون بدينهم ويضحكون على السدج من الناس وأغواهم الشيطان والعياذ بالله وهم من جنس هؤلاء الذين أغواهم عمر بن لحي ووزع عليهم الأصنام وقال هذه آلهة لكم ولهذا كان قوم نوح يتواصون بينهم بعد أن استحكم فيهم محبة الصالحين وعبادتهم والتقرب إليهم فجاء نوح وقال هذا ما يصلح أنتم تعبدونهم من دون الله اعبدوا الله اتركوا هؤلاء قال اتركوهم ولهذا يقولون وقالوا لا تذرن آلهتكم معنى ذلك أنهم يقول ذروهم اتركوهم وشانهم هؤلاء بشر ماتوا إلى الله عز وجل ما علاقتكم به فهم يتواصون وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن يفصلونهم ولا ودًا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر وهكذا حمات الأضرحة ورؤساء الطرق وسدنة القبور ينافحون منافحات عظيمة ينافحون عنها ولذلك لو أتيتم الآن إلى الكتب التي تضخف السوق كم يذكرون من الأوراد وفضائل أصحاب الطرق ونحو ذلك ينافحون عنهم ينافحون بالباطل ولو نظروا إلى قصة نوع عليه السلام وغيره من الأنبياء ما تعلقوا بهؤلاء البتة حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت ولهذا ولهذا أعظم شيء هو رفع الجهالة عن الناس رفع الجهالة ليس بالكلام المنمق المعسول فكل إنسان يحسن أن يتكلم بل الجاهلية كان فيهم خطباء وفيهم كهان لهم سج عظيم العلم هو العلم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا العلم وبفهم السلف الصالح لأن يأتيك إنسان ويحرف عليك القرآن فتظن أنه يتكلم بعلم يأتيك إنسان لأنه يأتي بآيات ويتكلم وأحديث فتظن أنه يتكلم بعلم وهو يحرف الآيات فقد ذكرنا لكم في درس التفسير البارح طرفا من تحريفهم لكثير من الآيات ومنها في هذا الباب الذين فسروا اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قالوا أن العبادة لها حد واعبد ربك متى إذا صرت في غاية اليقين تسقط عنك العبادة وهذا ليس هو تفسير لو رجعوا إلى تفسير السلف الذين استمعوا القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم لعرفوا أن اليقين الموت لأن الموت يقين ما في أحد ينكرر الموت فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين وما في نبي من الأنبياء توقف عن عبادة الله مع أن الأنبياء أعظم الناس يقينا لكن هذا التلبيس على الناس ولهذا المخرج هو العلم لكن العلم الصحيح وليس العلم المغشوش العلم الصحيح أنه إذا جاءك بآية تقول بأي شيء فسرها الصحابة إذا جاءك بحديث تقول كيف طبقه الصحابة وهل هذا الحديث صحيح ولا ما هو صحيح لأنك تأتي إلى حديث بعض الحديث كله كذب وضعه الوضعون لا أصل له ووضعوا في فضائل الصحابة وأنهم يحيون الموت وإلى غير ذلك من الأكاذيب وهذا كله كذب ولذلك لابد تنجو بطريقين تنجو بأنك تعرف تفسير الأحاديث الآيات والأحاديث عن طريق السلف الصالح القرون الثلاثة المفضلة خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فمن المستحيل أن تفسر هذه القرون المفضلة كلام الله وكلام رسوله بكلام باطل أو أنهم يسكتون عن حق ويأتي من بعدهم يفسره هذا من المستحيلة البتة المسألة الثانية إذا جاءك بحديث وقال فيه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فتحتاج أن تقول له من صححه من أهل العلم فإن الله عز وجل سخر لدينه علماء بعضهم أجمع أهل العلم على صحة ما ذكر كما في الصحيحين صحيح البخاري والصحيح مسلم وفيه جهاب ذمينهم من أهل العلم فإنهم درسوا رجال الإسناد وبينوا في كل شخص ما علته حتى لا يضحك عليك بالأحاديث المكذوبة والموضوعة ويصدونك عن دين الله بهذه الأكاذيب فما يبقي عندهم إلا الحكايات ولو قرأتهم كتاب طبقات الأولياء للشعراني ما عندهم الحكايات كان الولي الفلاني فيه مريض فتفل عليه فقام يمشي فجاء مكسور فصار كذا فجاءه إنسان فأخبره بالغيب قال أنت أتيت من بلدي كذا وأنت فلان عجيب ما في إلا هذه الحكايات والجهل من الناس خلاص مكتوب في كتاب خلاص فيتعجبوا من هذا وهو كله كذب وهرى كله كذب وهرى فأنت عن طريق الإسناد وكلام أهل العلم فيه تحمي نفسك من هذا الجانب وعن طريق تفسير القرون الثلاثة المفضلة الأولى وتطبيقهم للعقيدة وللأحكام فإنك تنجو من الانحرافات ولهذا إذا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فهم الذين يضلونهم والجهل ليس دائما أنه ما عنده معلومات لا قد يكون بروفسور لكنه جاهل بالمنهج الصحيح لأنه يحتج بالباطل عليه ما عنده منهج علمي صحيح يردك إلى الكتاب والسنة بفهم صحيح وإنما يردك إلى الدجل والحكايات والكذب فلهذا ينبغي أن نحرص حرصا أكيدا على العلم الصحيح وأن نتلقاه من مصادره الصحيحة التي تلقاه أهل العلم بالقبول ولا نلتفت للخزع بلاة الأخرى ولا كلفنا الله بذلك ولهذا أنتم منظروا إلى صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إيش الكتب التي عندهم هم ما عندهم ولل الكتاب والسنة حتى الكتب التي ألفها العلماء بعد ذلك متأخرة في عصر التدوين هم ما عندهم وللقران والسنة وكانوا من أعلم الناس وأرسخ الناس فليس المراد بالعلم أن يكون لك خمسين مؤلف ولا مئة مؤلف ولا تحفظ كلها الحكايات لا ليس الأمر كذلك إذا عرفت ما أوجب الله عليك وأول ذلك تحقيق العبادة وعبادة الله عز وجل ثم أركان الإسلام الخمسة ثم أركان الإيمان ثم الواجب عليك يعني ما أوجب الله عليك من أحكام في الوضوء في الغسل ونحو ذلك خلاص عرفت الدين فبعض من الناس يصعب المسائل وإذا جيت تناقشه بمسألة وتقول هذه فيها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتكلم بالحديث ليه قال أنت لا تعرف الناس من المنسوخ ولا المطلق من المقيد ولا العام من الخاص طيب فماذا أصنع قال شوف العالم الفلاني بس خلك وراء هذا العالم يا أخي بعضها واضحة ما يحتاج يعني بعضها واضحة فإذا بلغتك عن الرسول صلى الله عليه وسلم فما حاجة أني أقول قال فيها العالم الفلاني وهذا لا يعني أنك ما تقبل قول العالم لكن العالم أحيانا قد يعني يظلك ضلالا بعيدا وانتم انظروا في هذا الزمن الآن انظروا إلى أكثر الدول أليس كل دولة فيها مفتي سمونه مفتي كل دولة فيها مفتي حتى بشار البشار عنده مفتي يعني بشار هذا يقتل في الناس وهي أفعل فيهم وهو نصيري وغلاء ما يعلم فيه وتجد عنده مفتي فمن رحمة الله عز وجل أن الله ما ربطك إلا بالكتاب أو بالسن لأن الناس ينحرف بعضهم إما رغبة في الدنيا أو رهبة خوف من السلطان أو نحو ذلك والعصمة هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما كلفك الله عز وجل إلا أن تتمسك بالوحي ولهذا العصمة في هذا الوحي تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنة هذا العصمة فيه فأنت معصوم من الضلال في هذا الأمر نعم وقال ابن القيم عليه رحمة الله وقال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم إيش معنى عكوف؟ يعني أنت الآن لما تعتكف في المسجد ما معنى الاعتكاف؟ أنت لما تعتكف في المسجد معنى الاعتكاف أنك ملازم للمسجد تتعبد لله سبحانه وتعالى ملازم للمسجد فإذا اتخذت مكان آخر تلازم عنده للعبادة فهذا وسيلة لعبادة ذلك المكان فإن اعتكفت عند قبر فكأنك عابد لهذا القبر إن اعتكفت عند جبل من الجبال وادي من الأودية ولهذا قال الرسول عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد يعني ما تذهب إلى بقعة وتجلس فيها طلبا للفضل إلا هذه الثلاثة المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى لماذا؟ لأن الصلاة مضاعفة في هذه الأمكنة في مكة مئة ألف صلاة في المدينة في مسجد الرسول عليه وسلم بألف صلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة غيرها من الأمكنة لا يجوز لك أن تعتكف فيه وتجلس فيه إلا المساجد طبعا بدون سفر لكن واحد يقول أنا بسافر من هنا وأعتكف في مسجد قبة مثلا أو أعتكف في مسجد في دمشق فهذا لا يصح لأن المسلمين في كل بلد عندهم مساجد فلماذا اخترت هذا المسجد؟ ميزته؟ لماذا ميزت هذا المسجد على غيره؟ فمعنى ذلك أنك تعتقد فيه فضيلة واعتقاد فضيلة في مكان لم تاتي فهي عقيدة باطلة وأيضا فضيلة المكان إذا جاءت فأنت تقصد المكان للفضيلة التي جاءت يعني فضيلة عرفة هي للوقوف يوم عرفة واحد يقول أنا أبقى في يوم في كل شهر نقول باطل أريد أن أذهب وصلي فيها نقول شغلك غلط صلي في عرفة ليش؟ قال مكان طيب يجتمع الناس فيه في يوم عرفة ويباهي الله بهم وينزل الله عشية عرفة نقول لكن الرسول عليه وسلم ما رقب في ذلك ولذلك الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة وفي عرفة صلاة واحد في خارج حدود الحرام فأنت تقتصر على الفضيلة التي وردت فقط ولا تتجوزها والعكوف عند شيء ولذلك الذين يعكفون عند القبور يظنون أن الله يرضى عنهم لأنهم قريب من قبر الولي انظروا إلى العلة وهذه علة باطلة هذا لا ينفعك شيء ولي ولا ما هو ولي وأيضا الولاية هي ما تثبت إلا بنص شرعي يعني الصحابة الذين شهد لهم الرسول عليه وسلم بالجنة ونحو ذلك لكن غيرهم ما تجزم يعني حتى الأئمة الكبار مثل المالك والشافعي ما تجزم أنت ما تدري تقول ظاهرهم أهل علم وأهل صلاح وأثنى الناس عليهم خيرا ونرجو لهم الخير لكن ما تجزم مية بالمية أنهم من أهل الجنة ما تجزم أمر غيبي ولذلك كل الذين يذهبون إلى الأضرح عبدالقادر الجلاني والثاني من قال لهم أصرا أنه في الجنة من أثبت لهم أنه في الجنة أصرا ترجو له الخير لكن قد يكون الرجل في النار وأن تذبح وتنذر وتتمسح في الهواء الطلق كما يقال فهذا الجهر العظيم ولذلك جعل العكوف عند المكان عند القبور هذا أول للحراف ثم صوروا تماثيلهم وهذا أيضا يدل على خطورة التصوير هذا للتعظيم التصوير للتعظيم هذا خطر عظيم أن تصور الشخص لتعظيم فهذا خطر عظيم فهذا خطر عظيم ولهذا كان الرسول عليه وسلم ضد هذا التعظيم بهذا الشكل وذكر بأن من أحب أن يتمثل له الرجال وقياما فليتبوى مقعده من النار لأن يسد باب التعظيم يسد باب الغلو بهذه الطريقة تعظم المعظم بما عظم به في الشريعة تعظمه بما عظم به في الشريعة إن كان عالم تعرف حقه إن كان سلطان مسلم تعرف حقه لكن لا تتجاوز لا تتجاوز الحدود فإن هذا من الغلو الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم يعني عكوف ثم تصوير ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم وعبدوهم يعني صرفوا لهم شيء من أنواع العبادة بمعنى نذروا لهم ذبحوا لهم استغاثوا بهم بكوا عندهم تبكي ليه أنت تبكي لله خشوع لله يخشى قلبك لمن ما أدراه عن ما في قلبك هذا فكل العبادات التي تكون لله من الخشوع من الأرجاء من الخشية من الذبح من النذر كل هذه ما تكون لأحد من دون الله سبحانه وتعالى ولهذا ذكر المؤلف هنا حديث عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله لا تطروني والإطراء هو زيادة المدح زيادة المدح التي لم ترد نحن ما ورد هذا ما يسمى إطراء أو يسمى إطراء بالحق لكن المحذور الإطراء بالباطل فنحن ما نسمع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ونقول صلى الله عليه وسلم فهذا ليس من الإطراء المنهي عنه ونذكر أنه عبد الله ورسوله ونذكر خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم ونعظمه تعظيم الرسول الخاتم العبد البشر ولهذا هو قال فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وعبد هذه ما هي بسيطة لأنه عبد لمن؟ عبد لله عز وجل لما يكون عبد لله وهذه العبودية خاصة والناس عبيد الله لكن هذه عبودية خاصة يعني هنا عبودية خاصة يعني من الخالصين في العبودية لله سبحانه وتعالى وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وهذا ليس من الإطراء لكن الإطراء لما تأتي بأشياء غير صحيحة البتة ولذلك الذين يذكرون بعض صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الآن وخاصة التي يقرؤونها في الموالد يأتون بأكاذيب من عندهم أحديث باطلة بعضهم يقول أنه نور بحيث أنه لا يحتاج إلى نور يعني إذا مشى في الظلام فكأنه مصباح هو نور المراد بنور الهدي الذي جاء به ينير الطريق والصراط المستقيم لكن ما كان ما كان إذا مشى في الظلام ما يحتاج مصباح ما كان أهل في البيت لا يحتاجون إلى نور ما كان إذا مشى مع الصحابة في الغزو ولذلك يشعلون النار ويحتاجون إلى ضو ونحو ذلك طيب من فين أتيت بهذا حكايات مكذوبة كل حكايات مكذوبة وبعضهم يقول إن ما يخرج منه من البول والعذرة فإن الأرض تبتلعها ما تبقى على وجه الأرض كل من الخرافات من الكذب طيب أنت لماذا ألا يكفيك ما أذن الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم أما يكفيك إن الله أعطاه الشفاعة وأن الله أسر به وأنه خاتم المرسلين حتى تاتي بحكايات مكذوبة زيادة فهذا هو الذي نهان عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا يؤدي إلى أن يقول أنه يؤدي مثل ما حصل عند المصارى لما نسبوا عيسى إلى أنه ابن الله وانظروا إلى الرافضة لما غلوا في آل البيت وغلوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى وصل بهم الأمر إلى أنهم أحيان من زيادة محبتهم يظنون أن الوحي في الأصل كان لعلي وأن جبريل أخطى أو تآمر وما عندهم تاريخهم كل مؤامرات وأن جبريل تآمر وصرف النبوة إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا من كلامهم خان الأمين خان الأمين خان الأمين جبريل خان والله يتركه يخون والقرآن هذا الذي نزل وفي ذكر محمد وإيش الكرام ذا فثم انتقلوا درجة الذي شنيع ما يستطيعون يصرحون به في كل موقف قالوا لكنه كانت الخلافة له الخلافة له وأوصى بالخلافة لعلي واجتمع أبو بكر وعمر وخططوا أبو بكر وعمر الذين ذهبت أموالهم بسبيل الله عز وجل خططوا لأخذ الخلافة لأخذ الخلافة من علي رضي الله عنه ليه هم هم شلة حرمية وليش حسب الله ونعمل وكيم خططوا لأخذ الخلافة ليأكل أموال الناس بالباطل أبو بكر رضي الله عنه لما بايعوه بالخلافة وكان يسترجق من أثواب يبيعها يأخذ أثواب ويبيع في السوق فأخذ الأثواب على رأسه كعادته بعد أن بيعوا بالخلافة فقابله بعض الصحابة فقالوا إلى أين قال بابسط في السوق أبيع الثياب فقالوا له أنت خليفة والناس يأتون الآن يأتيك الوفود ويأتونك الناس وتنظر في مصالح المسلمين فقال من أين أطعم أولادي من أين أطعم أولادي وهؤلاء يقولون خططوا لأخذ الخلافة إيش المكاسب اللي بيحصلها أبو بكر فلذلك تشاور الصحابة وقالوا يعطى من بيت مال المسلمين نصف شاه يوميا يعطى نصف شاه يوميا له ولمن يأتيه من الضيوف فلما وضعوا نفقة لبيته وأولاده توقف عن بيع هذه الثياب فلما مات كم كان عنده من الكنوز كذلك عمر رضي الله عنه لكن هؤلاء القوم والعياذ بالله يعني ابتلاهم الله عز وجل بسبب عبد الله بن سبب اليهودي الذي أراد أن يفسد دين المسلمين فدس هذه الدسائس حتى عظم عندهم علي تعظيما إلى درجة أنهم اعتقدوا أن الله حل فيه وهذه ما قصص تاريخ ما لا سند ثابت بسند صحيح أنهم سجدوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل تتصورون أن يأتي بشر ويسجدون لبشر في آخر زمن الصحابة انظروا كيف يستحكم الضلال عند بعض العوام والجهلة لما ينتشر الغلو ويغال 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 في شخص فيصلون إلى هذا المستوى أنهم يسجدون لبشر من دون الله عز وجل ولهذا قال ويحكم ماذا تفعلون؟ قالوا أنت أنت قال من أنا؟ قالوا أنت الله فقال أنا بشر آكل الطعام وأمشي في الأسواق ومعنى آكل الطعام يعني محتاج مغني ولا ويمشي في الأسواق وبشر كيف يكون هو الله عز وجل؟ قالوا أنت الله ولهذا خد أخاديد وحرقهم بالنار فانظروا إلى الغلو والانحراف كيف يذهب بالناس هذه المذاهب وليس الغلو خاص بالرافضة فحسب بل كثير لكنهم أشد الناس غلوة لا شك في ذلك أشد الناس غلوة عند الرافضة والباطنية عاد الباطنية يعني أشر وأدهم ثم الفرق المنحرف الأخرى فعندها من الغلو ما ترون حتى وصل بهم الأمر إلى أن يعبدوا الأضرحة وأن يضعوا الأضرحة في المساجد وأن ينذروا لها ويضعون صندوق للنذور ويذبحون في مولدها دبايح لها إلى غير ذلك من ما هو منتشر عند كثير من بلدان المسلمين وهذا هو الغلو الذي حذرنا منه الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو وهذا أين حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية أحمد عن بن عباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدات جمع غدات جمع يعني في صباح مجدلفة لما حجت الوداع قال هلما يعني يطلب من أحد الصحابة غدات جمع وهو منطلق من مجدلفة يريد أن يرمي الجمرات قال هلما القطلي يعني القطلي حصيات فقال الصحابي فلقط له حصيات هن حص الخذف هن حص الخذف والخذف هو الذي يعني حصاها صغيرة مثل الحمص والخذف يعني هي التي تضع على أصبعك وتخذف بها كذا فمعنى ذلك أنها صغيرة وهذا من تيسير الله ومن رحمة الله تصوره لو كان قال عطنا إحجار كل حجرة سنين كيلو ولا ثلاثة كيلو كان الحجاج أنهو أنفسهم عند الجمرات إذا ضربت واحد أنهته فقال القطلي قال فلقدت له حصيات هن حص الخذف فلما وضعهن في يده قال نعم بأمثال هؤلاء فرموا بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين ما يجي واحد يقول والله هذه صغيرة ما تكفي خلني أخذ واحد أكبر كبر الكاسة زيادة في الخير لا وذلك أنت تقتصر على المشروع قال نعم بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين نكتفي بما سمعتم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتبه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر